الزمالك من أخبار الزمالك يعني توصل الاتفاق مع الغاني بنيابين تشنبونج لاعب الفريق السابق للراجل ليه مستحقات متأخرة لدى النادي مقدرة بـ 270 ألف دولار نادي الزمالك اتفق مع اللاعب ومحبيه على سداد المبلغ على دفعتين دفعة 135 ألف دولار هيتم تحولهم لللاعب مباشرة وباقي المبلغ هيتم دفعه في وقت لاحق يعني ده تم جدولة المبلغ بس إستين إست أول هيخضوا على طول وإست تاني هيخضوا لاحقا ويتم إرسال الأمر للفيفا عشان العقوبة بتاعت عشان ممكن تترفع وقلت لكم مبارح أنه الزمالك بيحاول يخلص الأمور من تحت يعني الحاجات السهلة أخلصها على طول اللي هو 200 ألف 100 ألف 150 ألف 300 ألف مستحقات مساعدين الراجل جوزفالدو فريرا فروس أشنبونج الحاجات السهلة دي أخلصها لحد بس ما إيه موصل لسبورتينج نشبونة الرقم الكبير وهيخلص برضه وأنا أتركوا قبل كده أنه هيخلص هيخلص يعني طيب الفترة الأخيرة شهدت ترشيح اسم لاعب اسمه أحمد علي دبش بيلعب في فريق النجوم أحد أندات دوري المحترفين دوري الدرجة السنية بمسمها الجديد يعني مسؤولي نادي الزمالك عجبهم اللاعب وبيفكروا يتعاقدوا معاه في فترة الانتقالات الحالية هو أو مسؤولي نادي الزمالك يعني كانوا بيتابعوا اللاعب في الفترة الماضية وبيتابعوهم مازالوا في الفترة الحالية وتم عرض اسمه على فريق التحليل بالنادي وفريق التحليل اقتنع أو قال أنه لعب كويس من حيث المادة يعني كمان من نادي الزمالك في مقترح لإبرام صفقة تبادلية بين نادي الزمالك ونادي بيرامدز إيه بقى الصفقة التبادلية دي خليونا نعملها فزورة تفكروا كده معايا يعني الزمالك هياخن مين من بيرامدز وبيرامدز هياخن مين من الزمالك الصفقة التبادلية دي هتبقى على مستوى حراسة المرمى بيرامدز ياخن محمد صبحي هل بقى الزمالك ياخن أحمد الشناوي لا مش دي الصفقة التبادلية الصفقة التبادلية بيرامدز ياخن محمد صبحي والزمالك ياخن أحمد ميهوب الحارس اللي أسنع عليه كثيرا الكابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك وشايفه ممكن يبقى إضافة للزمالك الفترة اللي جاية أحمد ميهوب الحارس اللي لعب على حساب شريف إكرامي حتى لما تصاب أحمد الشناوي في تشكيلة برامتز دي صفقة شغالين عليها بين الزمالك وبرامتز